موسيقى إذن ننتقل إلى ساركيس لزار وهو محلل أسواق العالمية في مجموعة إيكوتي أهلا وسهلا بك معنا ساركيس يعني دعنا اليوم نتعبت حركات الدولار الذي بدأ هذه الجولة على ارتفاع لكنه سرعان معادة ليتراجع يعني على رغم انحسال المخاوف بشأن نشوب حرب وشيكة بين أوكرانيا وروسيا الأسواق أقل هدوءا تجاه ذلك الآن دعنا نتحدث عن علاقة الدولار بهذه الأزمة إذا أخذنا في الاحتبار أيضا أن هناك اتجاه لرفع معدلات الفائدة نهاركم سعيد بالفعل شهدنا ارتفاع في الدولار الأمريكي عند بداية تداولات هذا الأسبوع لكن في نفس الوقت تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى بعد بعض الأنباء التي هدأت من مخاوف الأسواق المالية نوعا ما بعد الإشارة إلى أن هناك موافقة من حيث المبدأ من الرئاسة الأمريكية لعقد قمة ما بين الرئيس الروسي والأمريكي خلال الأسبوع المقبلة لكن في نفس الوقت تبقى حالة الحذر في الأسواق المالية مع مراقبة حثيثة لأي تطورات في العلاقات والتوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا بالنسبة للدولار الأمريكي يتم استخدامه في كثير من الأحيان لتصفية الأصول والخروج من أسواق الأسهم والعائد المرتفع عندما يزيد القلق في الأسواق المالية لكن عندما نلاحظ بعض الارتياع فيعود الدولار الأمريكي للانخفاض لأن المتداولين عندها يفضلون التوجه لأصول ذات عائد مثل أسواق الأسهم الآن ما يحصل وعلاقة الدولار الأمريكي في الأزمة نجد أنه كلما اشتدت الأزمة نلاحظ بأن المتداولين يتوجهون للدولار فيرتفع الدولار مقابل سلة من العملات لكن في نفس الوقت كما نشهد هذا اليوم فالدولار في هذه اللحظات يشهد انخفاض مقابل سلة العملات الرئيسية التي تشمل اليورو والجنيه الإسترليني وغيرهم من العملات مع بعض الارتياح الذي أشرت له يجب أن نأخذ أيضا بعين الأتبار بأن هناك توقعات بدأت في التغير بالنسبة للبنك الاحتياطي الفدرال الأمريكي فسابقا كان احتمال رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس أعلى مما هو حاليا وهذا أيضا ما ساهم الرار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم ساركيس دعني أسألك أيضا عن تحركات النفط كان لدينا علاوة مخاطر جيوسياسية بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أوصلت البرنت لمستويات الأعلى من سبتمبر 2014 الآن نتداول عند تقريبا 94 دولار بالنسبة للبرميل كيف ترى تحركات النفط خلال الفترة القادمة وخصوصا ما إذا تأزمت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا بالفعل بالنسبة لتحركات أسعار النفط تأثرت وبشدة بالتوترات الجيوسياسية لكن أيضا هناك حاليا بعض المفاوضات الجارية لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية هذا قد يوفر للأسواق مليون برميل مفط إضافي يوميا خلال أشهر إذا تم هذا الاتفاق بالفعل بالنظر إلى الأزمة الأوكرانية الروسية روسيا تنتج قرابة 11 مليون برميل يوميا وأي تعثر في هذا الانتاج قد يكون له أثر كبير وضخم على أسعار النفط وقد نشهد ارتفاعات كبيرة أيضا في الأسعار لفوق المئة دولار لكن هدوء الآن في حال هدأت التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا ولم يتم فرض عقوبات وهذا قد يترك المتداولين مرة أخرى للنظر إلى احتمالية التدفق المزيد من الانتاج النفطي للأسواق وهذا قد يكون له تأثير لكن تأثير على المدى القصير إذ أن الأساسيات من حيث الطلب والأرض تظهر احتمالية أن يبقى الطلب في تعافي حتى ولو بشكل تدريجي ورغم رفع الانتاج أيضا من أوبيك بشكل تدريجي لكن أيضا من المحتمل أن تبقى على الأقل خلال النصف الأول من هذه السنة حالة الاتجاهات الصاعدة على النفط لكن مرة أخرى يجب أن أشير أن هدوء أي توتر جيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا قد يضغط على أسعار النفط وهذا ما شهدناه اليوم بالفعل عندما شهدت أسعار النفط بعض الانخفاض بعد الارتفاع الملموس الذي شهدناه مع بداية تدولات هذا اليوم نعم سركيس دعنا ننتقل إلى الذهب وما أدراك ما الزهب يعني أنت تعلم أن النساء يفضلن الزهب للزينة والرجال يفضلوا أسعار متراجعة لأنه أحيانا يشتروا هذا الزهب لكن الأسواق تريده مرتفع على كله دعنا نتحدث عن تحركات الذهب في ظل هذه الأزمة التي رفعت من حرارته وصل إلى 1900 دولار للأنصة الآن يتراجع قليلا بالنسبة لتحركات الذهب بالفعل هناك من ينتظر انخفاض أسعار الذهب للطلب الاستهلاكي وهناك أيضا من يرى بأن أسعار الذهب قد تستمر بالارتفاع بفعل الارتفاع الهائل في معدلات التضخم التضخم في الولايات المتحدة 7.5% الأعلى من 40 عاما في منطقة اليورو الأعلى منذ بداية التعامل باليورو عند 5.1% في بريطانيا ارتفاع غير متوقع في التضخم عند 5.5% كل هذا يدل أن هناك طلب على الذهب لتغطية مخاطر التضخم لكن في نفس الوقت يعاكس ذلك توقعات رفع الفائدة في عديد من البنوك المركزية وهذا الأسبوع تعديدا ربما سنشهد رفعا بالفائدة في الاحتياط النيوزلندي وهذا يشير لنا بشكل واضح بأن البنوك المركزية قد تتوجه لرفع الفائدة للحد من ارتفاعات التضخم أنا أتكلم عن أغلب المنوك المركزية وليس جميعها بالتالي هناك قوة متعارضة تركت أسعار الذهب في تحرك باستجابة للتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وبذلك في حال عادت هذه التوترات مرة أخرى وللتزايد فربما سنشهد ارتفاعات ملموسة في أسعار الذهب مستويت فوق 1900، 1920، 1930 دولارا قد تكون متاحة لكن في نفس الوقت بما أننا نتحدث عن احتمالية رفع الفائدة في بنوك مركزية فإذا هدأت هذه التوترات فربما سنشهد تراجع أسعار الذهب لما دون 1850 دولار وبالتالي قد تبقى الاتجاهات الصاعدة طالما استمرت هذه التوترات شكرا جزيلا لك ساركيس ليزار محل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك